السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الأعزاء هذا هو الجزء الثاني من دورة الربح من الـ CPI وتحقيق 500 دولار شهريا طبعا في الجزء الأول هو جزء مهم جدا وضحنا فيه ما هو مجال الـ CPI وكيف لك أن تختار أفضل العروض وأفضل الشركات التي تتلائم مع طبعا طرق السحب الخاصة بك فربط الدرس الأول لم تكن شاهدته سابقا ستجده أسفل الفيديو إن شاء الله وفي درسنا لهذا اليوم سأريكم طريقة التسجيل في شركات الـ CPI مع ضمان القبول إن شاء الله اخترنا لكم في هذا الدرس شركة أدورك ميديا لأنها شركة رائعة جدا وتقبل المبتدئين شركة أدورك ميديا يعني رائعة جدا فللتسجيل ستنزل إلى أسفل ثم ستضغط على get started now طبعا ما سنقوم به مع هذه الشركة إن لم تقبلك لقدر الله فهو نفس التمشي الذي ستقوم به مع بقية الشركات يعني الإجابة على الأسئلة والعمل هو نفسه مع بقية الشركات إذن سننطلق ممتاز هنا معلومات عامة مثل اسمك اللقب الإيميل يعني البلد التي تسكنها طبعا المعلومات التي ستضعها هي معلومات حقيقية ومهم جدا هنا أن تضيف حساب الام أو السكايب الخاص بك لأنه في إمكانية كبيرة جدا أن الأفليات ماناجر يتصل بك سوى عبر اتصال هاتفي أو عبر السكايب طبعا ليسألك بعض الأسئلة لا تخشى هذه الأسئلة فهي أسئلة سهلة جدا فقط ليتأكد أنك يعني إنسان ولست سبامر لأنت لأنه لأسف يعني مجال السي بي آي أصبح ممتلئا بسبامر حاليا فهم يعني يضعون هذه الشروط فقط لتأكدوا أنك إنسان جاد وتبحث عن العمل الحقيقي وليس يعني مثل بعض الناس التي تقوموا بالتسجيل بنفسها أو تفضع يعني عروض غير حقيقية إذن بعد أن تقوم بملئ هذه البيانات هنا أهم مرحلة وهي اختيار طبعا المعلومات المهمة ممتاز هنا طبعا المعلومات الخاصة بالترويج للموقع الخاص بك هنا يسألك ما هي نوعية البروموشن طبعا أنت تستطيع أن تضع عبر الويب سايت عبر البي بي سي عبر روابط الأفليايت عبر الإيميل ماركيتينج هنا سأضع الويب سايت وهو أسهل شيء بالنسبة لجميع الناس هنا ملاحظة مهمة جدا نفس الإجابة إن سألتك أي شركة هل أنت تعمل بالانسانتيف ترافيك قل لهم لا حتى وكنت تنوي العمل مع عروض في البداية لكي تضمن قبول اشتراكك ضع لا لهذا الجواب سأفسر لكم ذلك لاحقا إن شاء الله في الدروس القادمة عندما أريكم كيف نروج لعروض الانسانتيف هنا طبعا سنضع طبعا الويب سايت الذي ستعمل عليه هنا وضعت موقعين لي كيف وجدت الموقع هنا تستطيع أن تضع أي شيء ممكن حتى أن تضع مدونة الأرباح إن أردت هنا كورانت نتورك يعني مع أي شركة تعمل حاليا أنا أعمل مع بيرفلاي ذلك كذب بيرفلاي أنت طبعا إن كنت مبتدئ أو لم تعمل سابقا مع شركة يعني سي بي اي أنصحك أن تكتب هنا سي بي اي جريب يعني سي بي اي جريب يعني سي بي اي جريب يعلم الجميع أنه التسجيل فوري وسهل جدا وما في يعني لا تثبته لأي شيء فيمكن أن تضع سي بي اي جريب ممتاز أهم شيء هنا يقول لك البروموشن ميتود كيف ستقوم بالترويج للعروض أنا قلت له I will promote offer in my website using banner and links and I will do an adwords ppc campaign to promote offer I will use adwords ads and get more sales and lead طبعا بالنسبة للرسالة التي ستضعها سأتركها لك أسفل الفيديو طبعا هنا قلت له هذا الكلام كي أؤكد له أني تقريبا أستعمل ترافيك مدفوع رغم أني في يعني في الدروس اللاحقة سأريكم يعني طريقة العمل بالترافيك المدفوع التي ستكون طبعا مربحة أكثر وأيضا الطرق المجانية ولكن عند الطلب لن نتحدث أبدا عن المجاني حتى وإن سألك مثلا ما هو رأس المال الذي ستعمل به كبداية إياك أن تقول له 50 دولار أو 100 دولار دوما قل له 1000 دولار لا تنسى هذه الملاحظة المهمة يعني إن سألك الأفلييت مناجر بكم ستنطلق قل له 1000 دولار ربما أنت ترى 1000 دولار يعني مبلغ كبير ولكنه لا شيء بالنسبة لعروض ممتاز جدا هنا يقول لي شكرا لطلبك سيتم مراجعة الطلب والرد عليك لاحقا يعني بهذه الطريقة تستطيع طبعا طلب التسجيل في أي موقع من مواقع الـ يعني كما قلت ركز جيدا على النقطتين النقطة الأولى هي أنك ستقوم بالترويج بطرق مدفوع والنقطة رقم اثنين هي أنك يعني ستقوم بالترويج لن تقوم بترويج عروض انسنتف مهمة جدا هذه الملاحظة لأن أي شركة قلت لها أنك ستقوم بترويج عروض انسنتف تأكد أنها لن تقبلك من البداية ربما يسألوني البعض ما معنى عروض الانسنتف عروض الانسنتف يعني وكأنك هي العروض التي تقوم أنت بتشجيع الناس على القيام بذلك العرض مثل مثلا موقع لتحميل برامج وأنت تذهب مثلا إلى أونلاين ميكرو جوبس وتقول أو تطلب من الناس يعني أن يقوموا بتحميل ذلك التطبيق مقابل أن تعطيهم مبلغ بسيط هذا يسمى عمل انسنتف وهذا يعني أغلبية شركة ال سي بي آي تكرهه رغم أنه هناك ستجدون يعني عديد العروض سي بي آي التي تقبل العروض الانسنتف التي سنعمل عليها فهي مربحة جدا ولكن كبداية قل لهم لا أنا لن أقوم بالترويج لعروض الانسنتف وكما تلاحظون يعني تم قبول حسابي في أقل من يوم والحمد لله إذن إن اتبعتم الطريقة التي شرحتها منذ قليل فأكبر يعني منصات الخاصة بالتسويق لعروض ستقبلكم خاصة إن أجبتم بطريقة ذكية كما شرحنا في هذا الفيديو وطبعا هذا الإيميل يثبت أن شركة أدورك ميديا قد قبلت حسابنا وأيضا هنا يعني هذا هو حسابي في أدورك ميديا فالحمد الله تم تفعيله بنجاح وهذا هو شرحنا لهذا اليوم لا تبخلوا علينا باللايكات فاشجروا هذا الفيديو لايكات وفي الدروس القادمة إن شاء الله سنكمل دورتنا للربح من السي بي اي شكرا لكل من يتابعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة